هقولكو النهاردة على تونك او سبري او بخاخ تستعمليه بشكل يومي مش محتاجة ان انت تغسليه بدون اي زيوت وتقدر ان انت تستخدميه بشكل يومي وتلاقي معانا تيجا ملحوظة جدا في التساقط وفي الاطالة وفي الانبات ويعتبر بديل اقتصادي جدا جدا لانواع سبري تجارية سعرها اكيد دلوقتي 300 و 500 و 700 انتوا عايفين دلوقتي ان العلاجات كلها بتاع الشعر بقى سعرها مرتفع جدا النهاردة هكلمكو على سبري هو عبارة عن مادة فعالة اسمها هيدرسول الروزميري يعني ايه هيدرسول الروزميري فترة اللي فاتت اكتر حاجة منتشرة على السوشيال ميديا واكتر حاجة كانت فعالة وجايبة نتيجة مع الناس هي زيت الروزميري زيت الروزميري حرفيا بقالوا 3 سنين تقريبا الكلام كله على زيت الروزميري احنا بقى النهاردة مش هنتكلم عن زيت الروزميري احنا هنتكلم عن حاجة تانية اسمها هيدرسول الروزميري هيدروسول الريزميري ده بيقع بره زي كده بخاخ قوامه مائي بيبقى فيه كل الخلاصات الطبيعية وكل الفايدة بتاعت الريزميري ولكن في شكل مية طيب نقول الأول فايد الريزميري وبعد كده أشرح له جزئية الهيدروسول دي بالزبط الريزميري فايده إنه هو بناشرة الدورة الدموية اللي وصلة عند الإبصائلة الشعر بيزود عند الانجين فيز أو عمر الشعرية فده بيخلي الشعرية تطول عندي بسرعة ليه كده أنه هو ينبت شعر الجديد بيكافح كمان هرمون الـ DHT اللي هو هرمون الصلع فبيقى فعال كمان في حالات التساقط الوراسي أو التساقط الهرموني أو حتى الصلع الوراسي طبعا زيت الريزميري احنا اتكلمنا عنه كتير وقديه ومفيده فعال وعملنا منه تركيبات ولكن زيت الريزميري يظل زيت مش بنقدر نستخدمه بشكل يومي آخرنا نستخدمه مخفف ويبقى مع الشور ومدة معينة ويتغسل الفكرة بقى اللي جات في دماغي ان احنا نستخدم حاجة اسمها هيدرسول الريزميري يعني ايه هيدرسول عشان تكونوا فاهمين احنا دلوقتي لما بيجي ناخد خلاصة النبات بناخد منه تلات حاجات اول حاجة عندنا ان النبات يطلع منه الزيت بتاعه اللي هو زيت الريزميري وهو بقى بيتعمل منه الزيت وبيتقطر منه الزيت عملية التقطير دي بتطلع بخار مية بخار المية ده بيجمعوه ويعبوه في عبوات ويبقى حاجة اسمها هيدرسول بخار المية ده في كل الفيتامينات كل المعادن كل الفوائد بتاعة النبات بتركيز عالي جدا ولكن في شكل مية فبيبقى بقى مفيد جدا جدا زي الزيت ولكن بتركيزات اقل شوية ولكنها برضو تركيزات عالية دي حاجة طلعالك من تقطير النبات بشكل بيورق ليها نفس الخواص وفي شكل بقى مية شفافة ملهاش اثر جانبي تناسب انواع الفروة الراس كلها اسيبها على فروة راسي استخدمها مرتين في اليوم براحتي تبقى كأنها سبري او تونيك انا معتمدة عليه وفعال جدا وبديني كل خصائص الزيت ولكن في شكل مية وسعر اقتصادي جدا لانه زيت الروزمير الاساسي دلوقتي ومشاء الله عشان طبعا عليه كرام كتير عدل 200 و300 جنيه الهايدرسول ده انا كنت جايباي منه على امازون انا اللي لقيته كان برند اسمه اللي هو البرند انفرتاري ممكن شوفوا اي برند بيعمله اكيد فيه برندات تانية ممكن تكون بتعمله او ممكن مثلا انواع جروب بتعمل الهايدرسول وبتبيعه او اي حاجة المهم ان انتو تجيبوا هيدرسول الروزميري ده العبوة كبيرة خالص المليانة دي كان سعرها 85 جنيه او 80 جنيه ده استخدمه ازاي؟ انا عن نفسي بحطه في بخاخة يعني انا بحطه في اي بخاخة فاضية عندي وترشيه زي ما انت بتعمل اسبرية الشعر بترشيه على فروة الراس وبتسيبيه من غير ما تخسيليه طبعا انا بركز بيه على فروة الراس مش بيجي على الشعر كل الفوائد بتاعته رايحة للبصيلة فانا مش محتاجة ان انا جيبه على الشعر انا بركز بيه على فروة الراس وبستخدمه صبح وليل من اول اسبوع بدون مبالغة انت هتشوفي نتيجة في التساقط رائعة تساقط تقريبا شبهة يعني هيوقف وبعد كده بقى هتلاحظ الفرق فيه الطول والفرق فيه الانبات وطول الراس مش بيتغسل يتقارن بالزيت طبعا ولكن بتأثيرات خفيفة مناسبة للاستخدام اليومي اللي عايز اقوله بقى ان فيه ناس عارفة انها هتسألني طب ايه الفرق بينه وبين منقوع الريزميري لان احنا اتكلمنا قبل كده عن منقوع الريزميري وحضرناه مع بعض احنا بنجيب الريزميري وبنغليه ويه بنستخدمه اول حاجة ان طبعا الهيدروسول تركيزاته اعلى بكتير جدا من انك بتعملي منقوع الهيدروسول ده بيطلعه في التقطير على البارد غير طبعا لما انت تجيبه حاجة وتغليها او تحطيها على مياه سخنة فانت محتفظة بفايدة كبيرة التركيز عالي جدا طبعا ما فيش مقارنة بينه وبين المنقوع من الاخر يعني في التركيز بتاع المواد الفعالة اللي فيه وفيه الفايدة او قوة التأثير بتاعته مايتخيله المنقوع كان بالقوة والنتيجة دي قبل الهيدروسول هيبقى اقوى بكتير النقطة التانية عندنا ان هو المنقوع كنا بنحضره واخره يتحطى في التلاجة ويتسابد اسبوع وبعد كده رجزي بحضره تاني لكن ده قاعد معاكم ما فيش حاجة واصلا يعني محفوظ بشكل كويس بس انا على فكرة برضو بحطه في التلاجة مش ضروري بس انا بحب دايما ان الحاجات اللي بتبقى طبيعية دي احطها في التلاجة يعني انا كنت قبل كده مسلا ان اجيب مية الورد بجيب مية النعناع بجيب مية اللامون الحاجات دي كلها انا بحب ان انا احفظها في التلاجة بحس ان ده افضل ولكن هو خلاص في التلاجة انت بقى الى ملا نهاية بتستعمل حد ما تخلصيه على عكس المنقوع ده انا بجدده كل اسبوع فهو طبعا بالنسبة لي افضل بكتير جدا من استخدام المنقوع فبس كده ده ارخص سبري يعني قوي اقدر ان انا ارشحو لكم واقول لكم فعلا ان هو هتشوفوا منه نتيجة وبإذن الله انا هتكلم في فيديو تاني اقول لكم بقى على روتين متكامل ممكن نستخدم في المنقوع ده مع زيت مثلا مع الشاور مع مثلا شامبو كده هيبقى روتين متكامل كده كلها تبقى حاجات اقتصادية علشان الناس اللي عايزة تعالج شعرها وتوقف التساقط بطريقة اقتصادية من غير ما ندفع فلوس كتير جدا فاتمنى يكون الفيديو قفاتكم وللفيديو عجبكم اسمعته اي معلومة جديدة بالنسبة لكم بتنسوش تركوا القناة وتفعلوا الجرس وتعملوا اجابة على الفيديو عشان يوصل الى اكبر قدر من الناس ويستفدوا اشوفك ارخي ان شاء الله